السلام عليكم ان شاء الله تكونوا كامل ملاحة وصحة وعافية اليوم بيسكرانا في زمن الصيف والشمس ورانا نلبسوا لي صندال وكامل وتولي عندنا ديتاش فيه دينا ورجلينة والكحولية بلا اللغة اليوم جبت لكم وصفة تستفادوا بزف منها وتدعووا لي بالخير معليكم غير إلا كنتوا جدد ديروا لي أبوني باش يلحقوا وضغطوا على زر الجارس باش يلحقوكم لي فيديو الماجين كل فيديو نحتها تلحقكم لانوتيفيكاسي وما تنسوش تدعمونا بجام وكمان بتاع شباب بيانسوع وتدعونا بالخير فالك هنايا في الوصفة تاقي جبت لكم مقشر وجبت لكم تاني اه ماسك فالك نبدو بالمقشر بتاعنا المقشر بتاعنا وش فيه فيه زيت زيتون كي ما راكم تشوفو زيت زيتون غني عن التعريف هو يشد البشرة ويغضيها مليح بزاف للبشرة بس حردو بالكم تخرجو بيها إلا درتو زيت زيتون تخرجو بيها لشميسة بس كي رايحين تتدبغو كمبلتمو طولو كحالش والا إلا ما حبيتوش إلا كنتو عرايس ما حبيتوش تبرنزة ولا ما حبيتوش ديرو سكر كريستاليزي إلا ديرو فيه القهوة ماشي سريعة ذاوبة قهوة عادية اللي نطيبوها فلا بخيس ولا ديرو الملح بصح الملح ما تديروش إلا عندكم بشرة حساسة ما تديروش الملح تبعوني ديروش يعني ديرا فلا دونك هاد المقشير يا البنات هو ماشي مقشير برك وخلاص بسك فيه زيتون هادك راهي ترطب لنا البشرة وهادك لو سيخو القرص راهي نحي لنا هادك دبوغية وهادوك لاتخاس تح الكحولية شدو ملح ملح المقشير تحكم ديروه سيقتو في جهة الدفارتين وحكو تخي تخي بيا بسك هادوك لاتبلاس هما اللي يدبغوا بزف ومامتون ديرو حركات دائرية هاد الحركات ماشي تقشرنا البشرة برك هي البنات هادوما سيتام ماساج يغديلنا البشرة بتعناب هادك الزيت زيتون ينحي لنا التجاعد يمشي لنا الدورة الدموية لي في رجلين وفي يدينا باش تولي الدورة الدموية تمشي تخي تخي بيا وما يخرج لناش تجاعد في اليدين والرجلين فلا بعد ما درت المقشير تحي روح تغسلت يديها بالمدافي وجلدوش دوك نروحو لماسك لماسك جبت لكم كام المكونات اللي يستعملوهم في السالون ليشدوا البشرة ويفتحوا المناطق داكنة بالبشرة دوك المكوين الأول اللي هو بيض البيض بيض البيض فيه الكلاجين يشدت تجاعد امامة يبايد البشرة والمكوين التاني السحري اللي كامل نعرفه ونحبوه لهو القارس القارس عنده دور كبير في تفتيح البشرة والمناطق الداكنة بالجسم وثاني عندنا المكوين الثالث اللي هو قهوة سريعة ذوابان القهوة معروفة بالزاف تشد التراهولات بالجسم وتشد لنا البشرة باش ما ينضلناش تجاعد ع البكري ومام طاني عندها دور كبير في تفتيح البشرة والاماكن الداكنة بالجسم والمكوين السحري الرابع اللي هو الفارينة الدقيق الدقيق معروف بزاف يا البنات كان بزاف اللي ما يعرفوهاش هادي الدقيق هو مفتح للبشرة اللي بزاف مننا ما كناش نعرفوها الدقيق يفتح البشرة والاماكن الداكنة دور كنخلطو كامل المكوينة تتعنا لهو بيض البيض القهرس والقهوة مع الدقيق نخلطوهم حتى يولونا بهدلا تكستيو نبلي كيوهم بالبنسو واللغر بيدينا هاكا نبلي كيوهم كامل في يدين ورجلين نخلوهم ينشفوا واحد العشرين دقيقة تحسوا البشرة تحكم راهي تتزير ما ما تتخلعوش ما تتقلقوش وعلا خلوه هاكاك حتى تحسوا البشرة تحكم تزيرت بسكو هادلو ماسكرا حيشدلنا البشرة من تجاعد وميمتو يفتحها لنا وتولي رطبة كيو الحرير نخلوه عشرين دقيقة حتى يبس تخي تخي بيا ونشدو ان كوتون ديسك بالمدافي ونبدو ننحوه بالعقل ما ننحوه جو احنا نحكو لازم تنحيه من الفق من تحت للفق إلا كان في وجهكم ولا في يديكم من الدفارتين للفق رجليكم كيف كيف تنحوه بكوتون ديسك ومبعد تشلو بالمدافي وديرو صابون حجرة جوزو صابون حجرة ولا جالدوش ومبعد كي تكملو تشلو بالماء يكون بارد حطيتوه في الكونجيلاتور تشلو تخي تخي بيا به تمسحي تخي تخي بيا يديك ورجليك وترطبيهم بسكو الترطيب مهم بالبزاف في الشتاولة في الصيف لرجلين واليدين وكامل الكورتنا والفيزاج ترطبو لابوتعكم بلا كريم يدراتون تخرج عليكم ولا بزيوت ولا لازارهم همليك يا البناتي يدي وداتي الله الله بطبع وشان تنحاتلي هذيك الدبوغية تح الشمس ولا وكيل الحرير يشعل وشعل بلا من دير لازانجل ولا لفيرني يخرجوا الله الله هالأنوستتتكلم سوغطو العرايس نوصيكم زف ديرو هذي الوصفة اما زوج خطرات اسمانة معليا غير نقولكم السلام عليكم اشتركوا في القناة